فعلا يمكن دخلنا بزمن العقوبات الجديدة الرئيس ترامب وقع البارحة على عقوبات جديدة على حزب الله عقوبات متقدمة أكثر من العقوبات سابقة قد تؤثر على تمويل حزب الله وحلفاء حزب الله منهم في مجلس النواب وإلا ما هنالك وتأتي أيضا الأسبوع القادم العقوبات الجديدة على إيران في 4 نوفمبر عقوبات على القطاع النفطي التي قد تؤثر أيضا في الاقتصاد الإيراني الريال في وضع صعب ووضع الاقتصادي في إيران أصلا بتأزم أسعار النفط كانت تتراجع لأن الاقتصاد العالم نوعا ما يعني في علامات استفهام حول نموه ولكن العقوبات الأسبوع القادم قد تزيد من أسعار النفط من جديد هذه العقوبات على إيران وحلفائها قد تؤثر أيضا على حلفاء إيران في اليمن الحوثيين أصلا يعني المداخيل لقلهم خفت بعد حصار على مرفع حديدة اللي كان مصدر أساسي وقد تؤثر أيضا ولكن بشكل أخف على حلفائهم بالحشد الشعبي بالعراق بالأخص أن الحشد الشعبي أصلا مموء أو يعني الرواتب تدفع من الحكومة والدولة العراقية إذن يعني مجموعة من العقوبات الأمريكية جزء من المواجهة الأمريكية الإيرانية وأعلان أيضا من قبل الولايات المتحدة أنها باقية في سوريا حسب ما تقول أو حسب ما يقول الموفود الأميركي جيم جيفري الولايات المتحدة ستبقى إلى أن ترحل كل القوات الإيرانية أمر ربما مستبعد ولكن هذا هو الموقف المعلن وأيضا الموقف الأميركي من إيران عبر عنه الموفود الأميركي لإيران اسمه براين هوك بلقاء بواشنطن بالأمس قال أن كل هذه العقوبات وكل هذه المواقف هدفها النهائي هو حسب يعني الناطق الرسمي براين هوك باسم الرئيس ترامب للوصول إلى معاهدة أمريكية إيرانية ولكن المعاهدة مستبعدة والعقوبات والمواجهة هي سيدات الموقف اشتركوا في القناة